السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم متابعين على قناتنا تحية طيب الجميع. وتحية طيب الجميع متابعين عبر ثورة عبر الوطن. السلام عليكم مشاهدنا كرام من اشتراع اندارية. ان شاء الله سنعطيكم اخر التفاصيل واخر التحديث الذي صدر اخواني كرام هذا الصباح. قبل اخطيب التفاصيل لا تنسوا دعم انا بلايك والاشتراك القناة. تشكرا لكم. تحديث المريح قوية على اقاريم الجنوبية الملكة خصوصا الشمال الاقاريم على قلميم وكذلك تانطان قطس سرعتها الى ازيد من ستون كيلو متر في السعى وسوف تخف تدريجيا ان شاء الله علاماتك الداخلها وكذلك العيون لكن عموما ستكون رياح قوية كذلك على الصغيرة بإذن الله. مع استمرات تلات طرفات الجوية اخواني الكرام على العديد من مناطق المملكة بعد الزوال مع اجوء غائم. ويتوقع عن تشمل العديد من مناطق المملكة امطار رادية غزيرة متواصلة على المناطق التالية على مناطق تينغير واملشيل اسول غلميم والراشدية والريش وكذلك وكذلك غوراما ان شاء الله وميذلت ومناطق تونفيت وامطار رادية قوية على ميسور وطة الحاج ومعتركة سكورا متاز وعاطف وكذلك تندرارا وان شاء الله جرادا ووجدا اكنول واساق ان احتمال بعض التربات الجوية. يتوقع ان تصبح قوية هذه الامطار خصوصا ان شاء الله على مناطق تينغير والراشدية والريش وقلميمة واسول ايرفود ومناطق تندرارا وبوعنان وكذلك غوراما ان شاء الله ومناطق الريش وميذلت وتونفيت وميسور وطة الحاس كورا متاز وعاطف وتندرارا وكذلك معتركة وتبانت ان شاء الله وكذلك جرادا ووجدا وبركان وآكنول واساق وشفشاون بعض التربات يبدو خفيفة على مناطق الشمالية للمملكة. يتوقع بإذن الله في الفترة الليلية ان تستمر هذه الامطار العاصفية والغزيرة لعدة ساعات على على لديد من المدن خصوصا مناطق الراشدية نشرة اندارية. اخونا في الفترة الليلية فمازات متواصلة ترسم النماذج التقس العالمية للرزد الجوي وخرائط التقس تساقطات مطارية متواصلة بشكل غزير غزير وقوية على مناتق الميمة واسول وتنغير خصوصا الراشدية وبودنيب كذلك بوعنان وكذلك كوراما والريش ان شاء الله وبعرفة وتندرارا ومعتركة وكذلك وطات الحاج وميسور وسكونة متازة ومناطق كذلك بودنيب وعاطف مناطق جرادا ووجدا بركان وآكنول ستعرف تساقطات مطارية متواصلة بشكل عاصفي على تندرارا وبوعرفة وبوعنان وبودنيب وعافود. المرجو اخذ الحيطة والحضر مشاهدين الكدرام من تساقطات امطار عاصفية مع احتمال اخواني كرام يظهر لنا النماذج التقس العالمية خلال توقعات القادمة احتمال دخول التربات الجوية كذلك نسأل الله التبات رغم ان التوقعات نسبية بعيدة لكن نتفاعل خير ان شاء الله بالرسم البياني الاخير لاخرى تحديثات نماذج التقس العالمية اخواني كرام ضروري جدا مشاهدة الفيديو الى النهاية لكي تعرفوا وقت توقيت ان شاء الله دخول الامطار والتحديثات الاخيرة بحول الله ويتوقع خلال ايام القادمة ان شاء الله خصوصا على الفترة الصباحية من يوم الخميس امطار ما زالت متواصلة في الفترة الصباحية على جرادا وعاطف ومعتركة وتوريرت بالنسبة للفترة المسائية فيتوقع بإذن الله ان تكون الاجواء مستقرة لكن خلال الايام القادمة سيدخل منخفة جوي اطلسي بحول الله اما بالنسبة لتوقعات يوم الجمعة يتوقع ان تكون اجواء صافية الى قليلة سحب بالنسبة لتوقعات يوم السبت اجواء غائمة على مناطق الواجهة المتوسطية قد تعطي بعض القطارات المطارية الضعيفة اما بالنسبة ليوم الاحد يتوقع دخول بعض الترابات الجوية اقصى شمال المملكة على مناطق تنجو وتطوان ان شاء الله والعرائش خلال توقعات الايام المقبلة فتشير الاحتمال دخول منخفة الجوي مهم على المملكة ودخول بعض العواصف المادرية على مناطق الجنوبية الملكة على مناطق قد تصل حتى مجرور اوسر الدول العيون والمناطق السمارة ان شاء الله قد تصل هذه الترابات الجوية انطار رادية استوائية محتملة خلال توقعات يوم الاربعاء فيتوقع تساقطات مطرية مهمة على المعدة مناطق وسوف يمتدد المنخفض على مناطق وجدة وبركان الناظر جرادا تاوريت ساكا ودريوش الحسيمة ايساقن تاونات قرية ابو محمد وزان شفشاون وفاست هلمكناس افران وعاطف كذلك سكولم الداز واخنفراء وتساقطات مطرية ان شاء الله سوف تتواصل العديد من المناطق المملكة في الفترة المسائية وصوصا القليم الجنوبية الملكة على مناطق موجدور وكذلك العيون تساقطات مطرية جد مهمة الى اليوم الخميس فيتوقع ان تكون الاجواء غير مستقرة بدخول الترابات جوية مهمة على العديد من المناطق المملكة كما تشاهدون مع تقدم منخفض جوي كبير وعملاقة ان شاء الله وتساقطات محتملة بدخول منخفضات متتالية العديد من المناطق المملكة سوف تشت تساقطات لكن رغم ان التوقعات نسبيا بعيدة المدوى قابلة للتغيير لكن نسأل الله التبات فهد العام مبشر بامطار الخير وتغسي ستنائي ان شاء الله هذه السنة بالنسبة للمناطق المعنية فهي كالتالي تساقطات مطرية حاضرة على مدن التالية وجدة وبركان الدريوش وساكا تاكنول إيساقن تاوريت قرسيف وتازا وتهالا وكذلك فاس وسكورة مداز وإفران وعاطفوطات الحاج ومعتركة وميسور تساقطات مطرية مهمة على مناطق الريش وقرامة والراشدية وبونان وتوفيت وإيملشيل وآسولة وقلميم وإيرفود وكذلك مناطق أغز وزاكورة وفمسجيدة وتازناخ تاليوين إن شاء الله وطاطا تساقطات حاضرة على مناطق تيزنيت وأيتباه وقد تهم في الفترة الصباحية مناطق قدير وكذلك مناطق بلفاع وإتباهة إن شاء الله وتساقطات مهمة على تفراوت وقلميم والسيد إيفني وأرسى وأفريكات وطانطان والمسيد وأبطاح وكذلك مناطق سمارة تساقطات مطرية قوية مع تقدم منخفض جوي قوي كما تشاهدون خلال أيام القادمة بالنسبة لإحتمال تراكمات هذه الأمطار إخواني الكرام خلال أيام القادمة ويحتمل التراكمة هذه الأمطار بشكل قوي خصوصا على المناطق الشمال الشرقي للمملكة خصوصا على المناطق التالية والمناطق المعنية فهي الحسيمة والتريوش والناظور بركان وبجدة وتوريث وجرادة وقد تصل كمية التساقطات إلى أزيد من 40 ميليمتر كتراكمة للأمطار تساقطات المتواصلة على غرسيف وتاونات وكذلك تازة وتهالة وفاس وعاطف وسكورة منتاز وتات الحاج وميسور ومعتركة ومناطق بعرفة كذلك غرامة والريش والراشدية وميدلت وبوعنان وبودنيب وكذلك إيميلشيل تساقطات محتملة إن شاء الله على زغورة فمسجيد وتازناخت وإغرام وتاتا وتليوين وها من المتوقع أن تستمر هذه الترابات الجوية على التفركات وقلميم وكذلك السمارة وقد تصل حتى العيون ومجدور إن شاء الله والداخل بعض التساقطات المطارية والغزيرة وهذا المنخفض الجوي المهم تبلغ إخواني كرام تركمة جد مهمة قد تتجاوز بالنسبة كذلك لتوقعات النموذج الأوروبي إخواني الكرام توقعات النموذج الأوروبي فيشير إلى احتمال كما قلنا اقتراب منخفضات جوية أطلسية كما تلاحظون بهذه المناطق واحتمال أن يذهب المرتفع الجوي الأزوري ويبتعد تدريجيا خلال الفترة المقبلة فاتحا المجال لدخول عدة منخفضات كما تشاهدون على عديد من المنخفضات الجوية تتجي للمملكة فاحتمال كبير هذه المنخفضات إن شاء الله تدخل إلى المملكة أواخر أو في منتصف الثاني من شعر أو أواخر شعر شتنبر إن شاء الله بداية منخفضات أو كذلك من شعر عشرة تبدأوا هذه المنخفضات بالدهور الأطلسية الجميلة والرائعة التي تعطي أمطار عاصفية وغزيرة العديد من المناطق المملكة فنموذج الأوروبي كذلك فيشير لاحتمال بوادر دخول اضطرابات ومنخفضات جوية مهمة كما تشاهدون هذا المنخفض وكذلك هذا منخفض آخر ويوجد منخفض آخر هنا كما تشاهدون منخفضات جوية مهمة تتجول قرب المملكة خلال أيام القادمة محتمال بعض التساقطات المطرية المحتملة الرائدية مع استمرارها على العديد من المناطق المملكة تساقطات مطرية مهمة سوف تشدوى العديد من المناطق خلال يوم الاثنين القادمي توقع تكون بعض العواصف الرائدية غير مستقرة على المرتفعات الأطلس على العديد من المناطق خصوصا من المناطق التالية على مناطق جيكو وإفران وسكورا مداز كذلك مناطق تونفيت وإيملشيل تساقطات مطرية مهمة على تباية عقد البوشيبو أنزمي تساقطات مطرية خفيفة معتبرة ضعيفة خلال أيام القادمة محتمال كما قلنا اقتراب منخفضات جوية أطلسية خلال أيام القادمة نسأل الله التبات لهذه الخيرات بالنسبة لنسبة للرياح اليوم غد فيتوقع أو بالنسبة للفترة المسائية فستكون رياح قوية على شمال أقليم جنوية فقط تصل إلى 60 كم في الساعة على صورة وآسفي كذلك مناطق قلميم وطنطان والعيون والدخلة وبوشدور وأوسرد إن شاء الله والصمارة ستعرف رياح قوية إن شاء الله بداية من الفترة المسائية من يوم غدين إن شاء الله بالنسبة للأيام القادمة فتشير لماذج التقصي العالمية باحتمال عودة للطرابات الجوية ولكن في التوقعات البعيدة والتوقعات ما زال بعيدة المدى وقابل التغيير